أعلنت وزارة الصحة إجراء المسح السماعي لمليوني وتسعمائة وواحد وسبعين ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السماع للأطفال لدى حديث الولادة وأكدت الوزارة تحويل مائة واربعة وسبعين ألفا واربعمائة وخمسة وستين طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي في نفس الوحدة وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول مشيرة إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السماعي للأطفال إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية